اشتركوا في القناة وصدر ابراهيم وحافظ عبد المجيد كما تعلن مملكة البحرين عن تصنيف اربعة اسمائن سبق ان قامت وزارة الخزانة الامريكية بتصنيفها تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لانشطة ايران التخريبية الارهابية وهم قاسم سليماني حامد عبد الله وعبد الرضا شهلاي والحرس الثوري الايراني وتأتي هذه الخطوات في اطار الجهود المشتركة لمملكة البحرين وشركائها في مركز استهداف تمويل الارهاب لتحديد وتعقب مشاركة المعلومات المتعلقة بشبكة تمويل الارهاب والانشطة ذات العلاقة بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الارهابية ونتيجة لهذا الاجراء المتخذ وبموجب الانظمة الوطنية للدول الاعضاء في المركز فانه يتم تجميد جميع الاصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الاسماء في الدول المصنفة للاسماء ويحضر التعامل معهم من قبل الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الاعضاء بالمركز يذكر ان هذا هو الاجراء الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف تمويل الارهاب منذ الاعلان عن المركز في الحادي والعشرين من شهر مايو عام 2017 والذي يعتبر جهدا مشتركا وقويا لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الاعضاء ورفع قدراتها لاستهداف شبكات التمويل والانشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الامن القومي للدول الاعضاء في المركز اشتركوا في القناة